في ظل الصراعات التي تدور في منطقة الشرق الأوسط تكثر التكاهنات وتتناقض الرؤى وتختلف القراءات لكن السؤال المتشاعب والأبرز وسط كل ما يجري في المنطقة التي تتمركز على فوهة بركان من يسعى فعلاً لتغيير خريطة الشرق الأوسط وكيف يمكن تحقيق هذه الغاية وهل سينجح في تحقيق ذلك كيف ومتى قبل عقود ربما كان من الصعوبة التكهن بإجابات دقيقة لهذه التساؤلات لكن اليوم أصبحت خيوط اللعبة واضحة وكشف اللاعبون عن وجوههم إيران وأذرعها في المنطقة من جهة إسرائيل وحلفاؤها الغربيون في الجهة المقابلة الذريعة بدأت من غزة حسب مراقبين وبالتوازي مع ما يجري في غزة دخل لبنان على الخط وما بين الجبهتين دخلت أهداف جديدة في سوريا والعراق واليمن وجميعها بلدان طالما اعتبرتها إسرائيل أعداء لها بل حتى أن نتنياهو وصفها بالدول الملعونة التوتر بلغ أشده بضرب مباشر بين طهران وتل أبيب طال عمق البلدين في تطور لافت فضلاً عن حرب سبرانية بين الجانبين وإن تفوقت فيها إسرائيل كثيراً على إيران إذن إسرائيل أعلنتها صراحة أنها عازمة وبكل قوتها على تغيير جغرافية المنطقة وهو ما سيقود بالنتيجة إلى تغيير ديموغرافيتها في المقابل إيران وأذرعها التي نجحت بزرعها وتسليحها في بعض دول المنطقة منذ عقود ترى بأن إسرائيل هي ورم خبيث في جسد الشرق الأوسط وينبغي أن يتم استئصاله الموقف الرسمي لأغلب دول المنطقة يتأرح بين الدعوات الرامية للتهدئة أو النئيب النفس عما يدور بين إيران وإسرائيل النتائج حتى اللحظة غير واضحة المعالم لكن الثابت على الأرض أن المتصارعين مصممان على المضي بتحقيق أهدافهما المعلنة والخفية في نفس الوقت وتبقى منطقة الشرق الأوسط على فوهة بركان يغلي ستتضح معالمه الجغرافية بعد أن تهدأ حمامه ترجمة نانسي قنقر